اه طيب ايش هنكمل في الفيديو ده ده رقم عشرة هنكمل فيها شعبص في جودز اللي هو بتاع يعني ايه طبعا اه زي ما قلت المور في التو دي بيبقى معك سيجما اكس وسيجما وال يعني حاجة في الطبيعة موجودة عليها اجهادين بس دايما ببقى موجود معها الاجهادين دول شرط كده الموجود الاجهادين دول ايه التطبيقات بتاعتها حاجة بسموها اوان الضغط يعني ايه اوان الضغط لو انا عندي استوان البوتاجز جواها غاز لضغط ده بسموها يعني حاجة بحط بجوها سائل او غاز لضغط كبير جدا والسمك بتاعها صغير جدا السمك بتاعها صغير ازا لقرناك بالقطر يعني نشوف السمك بتاعها مقرنة بالقطر بتلاقيه صغير جدا ده بسموها anticipated أكون حاجة تاني عشان مناتيجز في الامتحان تعرفت افرقها ازاي嗎 استوانا سمكها صغير قطراها كبير جواها ضغط غاز. جواها ضغط غاز. او سائل. بس بالاغلا بيكون غاز. خلاص كده. يعني لو انا عندي اشطوانة. بالشكل بقى كده. طبعا لها كفر برا كده. وجواها بقى ضغط في كل اتجاهات. قالك ممكن يحصل لها كسر او انفجار في التجاهين. الاتجاه الاول انها ممكن تتكسر كده. تتكسر في اتجاه الاكسيال. ثلاثة فاقت نصين بالشكل ده كده. ولو اتكسرت كده فتتكسر ما تجد حاجة اسمها في اتجاه الاكسيال بتاعها. يبقى الاولاني بسميه ده بيساوي البي في ار على اتنين تيل. وانا رأي كل حاجة الوقت. خلاص كده? طب ممكن في احتمال تاني. ممكن الصوات تبقى كده. ولما تجي تتكسر. تتكسر كده. يعني ايه? اتشقت مصين في اتجاه الراديال. وبالتالي لو اتكسرت بالشكل ده. بسميها ايه? نتيجة سجما راديال. تصل في اتجاه الراديال. يبقى اسمها سجما راديال. ده بتساوي البي في الار على التين. طب ايه الار وايه التين وايه البي? اول حاجة البي ده ضغط اللي موجود جوه. ضغط الغاز ضغط السائل. ده بارغط ببقى نيجة بسكالة. او بسكالة حسب الواحد. خلاص كده. ده الموجود جوه اول الضغط. طب الار نص قطر. نص قطر بتاع ايه? استوانت الضغط دي ده. نص القطر بتاعها. طب التي ده السمك بتاعها. خلاص كده. تاني تاني. يبقى البي ده البرشر الار نص القطر التي السمك بتاعها. وبالتالي في عندك اتنين استرس بس. فقالوا خلاص احنا ممكن نسميهم برين استرس. يعني مورفج تو دي. يبقى فيه عند اتنين استرس ممكن اتقلهم. طباص كده. وبالتالي ممكن اقول زي اسمه سيجما اتس. وده سيجما وال. او احكسهم. مفيش مشكلة. سميهم زي ما انت عس سميهم. لما فيه حاجة عند اتنين استرس. طب لو بالشكل ده. التاو اكس وي عنده بكام. بزيو. مفيش اي شيء استرس. طيب. لو انا قلت لك ده انا اصرت عليها بتورك. كمان. اه يبقى الشيء استرس في الحالة دلو قيمة. يبقى لما تسمع ان فيه وانت مغاما احسب السيجما اكس والسيجما وال. السيجما اكس اعتبار انها اللي مجتد انها الاسترس. او الاكسل استرس. وده اعتبارها اللي هي الراديل او اللي هو بسترس. تمام كده؟ طيب. تعالنا نحادي المسألة اللي في صفحة مية اعتقد مية خمسة واربعين او مية ستة واربعين. مية خمسة واربعين. يقول لي عندي عليها كافر. والكافر ده انا بضغط عليه بفوز اسمها بي. يعني انت ممكن تديها رمز بي كابيتل سميها بي كابيتل عشان فيه عند بي اسمها. بي كابيتل. ده ايه الفرصة اللي انا بضغط به. بضغط بها هنا على الصوانة ديت. فهو يقول لي ايه؟ في عند السمك بتاعها صغير. اه الراديلس بتاعتها تلاتة من عشرة متر. يعني كام؟ يعني تلتميت ميلي على طوله. عشان اعمد بالميلي. السمك بتاعتها ستة ميلي. عا فيه سيم ويل. سيم ويل يعني فيه خط الحام. فيه خط الحام بالشكل ده كده. على زاوية اسمها سيتا او فال. الزاوية دي كام؟ تلاتين من دعنا ده. الفيسل ديت سوبجيكتد انترنال آآ بريشور جيج او جيج بريشور. يعني فيها كمان غاز جوه. يعني بالاضافة ان فيه غاز جوه انا قافل بفرصة برا. الضغط اللي جوه بي سمول قمته بالبسكال. يبقى بي بتساوي بي بسكال. قمته قد ايه بقى مش عاد. اكده هيطلبه. والاكسل كومبريسيف فورس او لود ديت بتساوي تسعة باي كيلو نيوتن. تسعة باي كيلو نيوتن. تسعة باي كيلو نيوتن. يعني القيم الموجودة بتاعت الاكسل فورس ديت. طبعا نثبتها هنا نهايات سابتة. بيقول لي هاتل القيم المسموحة الميل للبريشور ديت. بس خلي بالك مديني هنا شرط. بيقول لي ان المستوى اللي هوت بيشيل ايه? بيشيل سجما اكس داش بيشيل مهمة الاسترس لا تتعدى الواحد وعشرين ميجا بسكال. وبيشيل شيل استرس اللي هو التاوي اكس داش وي داش لا تتعدى السبعة ميجا بسكال. هرجع اقول تاني عشان تبدأ تحل اي مسألة عندك اي مسألة موجودة في السلسة كله لازم معك سجما اكس سجما وايب تو اكس وي. بديهيا كده في عندي تو اكس وايب اتقصر في اي تورك موجود? انا بعمل توست بعمل اي حاجة فاشل? لا. يبا ده بسوي صفر. دي صح? هل فيها اتنين سجما? اه دفع اتنين سجما. هو هقالك في بداية. هقول اللي في اتجاه المحور ديه هسميها سجما اكس. اللي هي في اتجاه الانجوتيدنال. يبا انت عارف ان السجما اكس تسوي كام? تسوي البي في الار على الاتنين تي. طب السجما واي? السجما واي تسوي البي في الار على الاتنين. طبعا قوان دي مستمتد. اللي عارفهم نبقى ممكن نرجعلهم مرة تانية. او للي عايزهم يعني. طيب السجما اكس هنا هتسوي البي اللي هو بيدور عليه. جميل. في الار بنص القطر تلتمية على اتنين في تي يبقى اتنين في ستة. طب هنا نفس الكلام البي في التلتمية على الستة. خلاص? تمام. طب دي مش بتعمل استرس برضو موجود. يبا فيه عند استرس برضو موجود. سلميس اجمال وقت. دي بتسوي على الاريا. الفرس على الاريا. ده بيساوي كام? فعلي حسابه كده. هي الفرس اللي موجودة دي تقيمتها كام? تسعة بار. يعني ده هيساوي تسعة بار. الاريا اللي موجودة الاريا بقى بتاعت السلندر. فلو انت جيت اعملت فيها بتلاقي السلندر كده. خلاص كده? عبارة عن ايه? ده ار هنا تي. هنا تي. خلاص كده? يعني الاريا بتاعتك بتساوي ايه? الاريا تساوي. ممكن اقول بتساوي بيع الاربع. دي اوتر تربيع مقس دي انار تربيع. طيب. الدي انار بكام? بستمية. يعني الدي انار بتساوي اتنين ار بيساوي ستمية. ميلي. الدي اوتر تساوي الدي انار زائل اتنين تي. يعني هيساوي كامل الدي اوتر يساوي ستمية زائل اتناشر يبقى ستمية واتناشر. يعني اقدر اجيب الاريا اه ما يخلص الدي اوتر معايا والدي انار ما موجود معايا. طلعت مين? طلعت الاريا دي. جميل. طيب بتاع بقى نجمع بقى السجمات بقى اقدر اجمع مين? الفرص ديت بتعمل ضغط الجوة. والفرص اللي جاء لديك الضغط الجوة بتعمل شد البرو. يبقى مجموحهم بيساوي كامل? خلي بالك لان البي بتعمل في اتجاه اكس. عشان كده اجمعها مفاعد اكس. يبقى فيه عند بيشد كده. والفرص بتضغط كده. يبقى المحصلة بتاعتكم. يبقى قول سجما اكس كامل تسميها كاملت اللي انا هعود ده في المسألة عبارة عن الجزء ده بي في تلتمية على اتناشر ناقص ناقص ناقص. الاسترس التاني هو كامل تسعف باي على الاريا اللي انت حسبت. مين المجول في سجما اكس في الوقت ايه? مين المجول في سجما اكس? بي. خلاص كده? لابتعرف للسجما ايه? الكلام ده هكرره مع نفس السجما ايه? السجما ايه? خلاص هي بتمتحة بس ما بيش معها اي حاجة تانية. يعني السجما ايه عبارة عن في تلتمية على ستة. ما بيش معها اي حاجة تانية. تعبقى نطبق في الشرطين دول. نطبق في الشرطين دول. هو بيقول للسجما ايكس داش يعني العمود على الوسطوى الميل ده العمود اللي ورجيت رسمت عمودة كده اكس داش. للثلاثة ده بيتعديش الواحد وعشرين. يبس يدتك تكتب للسجما ايكس داش تساوي سجما اكس. زيت سجما واي على اتنين. زيت سجما واي على اتنين. كوزاين اتنين سيتا. التام اكس واي بصفر ما تكتبهاش. نجد عوض دي بواحد وعشرين. السجما ايكس. لما تجد عوض عنها تحط قناة لها كلها. من المجول فيها البي. يبا فيها مجول اسمه البي. السجما واي نفس الكلام تحطها المجول فيها البي. السجما اكس والواي فيها مجول اسمه البي. السجما تحطها بكام. بص كده بحطها بكام. خلي بالك زارية. زاوية ميله مع الافق تلاتين. يبقى زار دي كان ستين. لان نحقولها دي تسعين درجة. فدي وجب تسعين درجة يبقى حطها ستين وبالسالب. يبقى دي سالب ستين في اتنين يبقى سالب مية وعشرين. يعني المعددة تكون لها مجهولة في البي سيادتك تحسب البي. دي المعارفة الاولى زي ما امتلك قبل كده. طرح ما اداك اتنين كونديشن سجما اكس داش والتاو اكس داش وي داش. عوض في الاتنين. يبقى تلجع تاني اتعوض في التاو اكس داش وي داش. هتساوي. تكتب القانون بتاحها تطلع مجهولة في البي برضو. دلا او فانشن في البي. يبقى سيادتك هتروحها تتاو اكس داش وي داش بسبعة. طلع قيمة البي. تاخد الاقال فيه. تاخد الاقال فيه. اوعى تخرط من البي كابتل مع البي سمول. البي كابتل الفورس. سميها الفورس. سمي دي اف. يبقى دي اسمها اف. والاف دي موجودة معلومة اللي هي التسع باي. يبقى انت بدار على بتاعي. خلاص كده. تالي المسألة اللي بعدها تقريبا نفس الفكرة. فلو ممكن هتب لك بقى في الامتحان حاجة زي كده. تطبيق حاجة زي كده. قول لك عندك فيه كذا كذا كذا. احسن. بس واسكت. اه يبقى انت بلا دخص بمعنك. هتاكسب سجما اكس و سجما ور. والماكس مال نورمال ستعود في مين في السجما واحد. في يعني الحاجات كتير بقى ممكن رجبك الاخطار زي كده. ان شاء الله برضي يعني كل يوم كلا حاولي نزلكوا حاجة محلولة باذن الله تعالى. السلام عليكم.